اشتركوا في القناة والشر ليس اليك انا بك واليك تبارك وتعاليت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على النبي محمد وعلى ازواجه ومهات المؤمنين وعلى ذريتي ولبيته انك حميد مجيد اما بعد اخواني واحبابي في الله اني احبكم في الله اني احبكم في الله ماشي يعني تنفع تعدي في الزحم اخواني في الله عايزين الاخوة عندها شخصية كده خلي عندك شخصية يا ابني لما واحد يقول لك بحبك تقول له ايه طب يا اخي لو واحد قلت لك بحبك اقول له ايه هتوقف تسرخ في الشارع اش معنى الشخصات تطلع في المحصية انتطلعش في الطال ايه اني احبكم في الله قولولي ربنا يحبك يا اخي احبك الذي احببتنا لاجل ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا الى حبه وحب من ينفعنا حبه عنده انه وليه ذلك القادر عليه اما بعد اخواني واحبابي في الله اتطمنوا على دين ربنا واتطمنوا على دعوة ربنا محدش اخواننا يمشي ومتوتر والان هيحصل ايه الايام الجاية ومش هيحصل ايه يا اخواننا النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل ادان كان بيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة اللهم رب هذه الدعوة الدعوة دي لها رب يا اخواننا مشانا ولنت ربها ولنا ولنت اللي بنضبر امورها وبنسير شؤونها وبنرتب مصالحها يجب ان تعتقد هذه العقيدة تعتقد هذه العقيدة ضمن انك انت تعرف ما معنى انه لا رب الا الله سبحانه وتعالى ابن عفيمين يقول اللهم رب هذه الدعوة ممكن يبقى معناها ان الادان دعوة تمة وممكن يبقى معناها ان الدين بتاعنا دا دعوته هتتم هتتم ولو كره المجرمون ولو كره الظالمون ولو كره الافاكون ولو كره العلمانيون ولو كره الضلاليون دعوة ربنا هتتم هتتم. القضية انت جزء من الدعوة دي ولا لا? انت جندي من جنوده ولا لا? انت راجل من رجالتها ولا لا? سبحان الله كنت بقرأ قول الله من عدة ايام في قصة سيدنا موسى هو يقول للصحراء القوا ما انتم ملقون. انا بقرأ الهات اخباني وانا حاسس كده وهم واعدين يرمو نص مليون موقع اباحي واعدين يرمو خمسمائة قناة فاجرة على الفضايات واعدين يرمو حفلات ماجنة واعدين يرمو مخدرات على شباب الامة عشان يضمروا عقليتهم ونفسيتهم واعدين يرمو فتن واعدين يرمو لبس تبرج يفتنه بين نساء المسلمين واعدين يرمو عشان يضيعوا الامة كلها وسيدنا موسى بيقول له ها? كمان ها? انقم انتم ملقون مت سحر رامو اللي بعده كمان متان اللي بعده القوا ما انتم ملقون فلما القوا سبحان الله العظيم قال موسى ما جئتم به السحر بالالف واللام يعني انا عارفه انا عارف ان ده السحر ان اهل الحق يبقوا عارفين الباطل وعارفين ان ده باطل وبما انه باطل ان الله سيبطله سيبطله زي ما يكون مفعولكم بلا كده وصيبطل لن يكون لكيدهم مفعول ولن يكون لمكرهم مفعول يا اخوانا زي ما ربنا سبحانه بيقول اضل اعمالهم اضل اعمالهم انه يبقى بيخطط عشان يوصل الاتجاه والتخطيط بتاعه يضيعه ويدمره في اتجاه تاني فانظر كيف كان عاقبته ها عاقبته مكرينة عاقبته مكرينة متأكدين ها عاقبته مكرين انا دمرناهم هم بيدمروا نفسهم بأيديهم ربنا بيصلت اهل البطل على انفسهم ابشروا يا اخواني فبعد القصة ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ها ان الله سيبطل كل الضلال بتاعهم دهو كل الشباب اللي بعيد عن ربنا هيرجع لربنا والامة الحيرة الغرقة ده هي ربنا هيدلها على طريقه تاني ويحق الله الحق كلماته مش بكلمات نحنا ولا بتخطط نحنا ولا المجهود نحنا يعني ايه يعني احنا لما بنبذل مجهود في دعوة ربنا بنبذل عشان ربنا يرضى انما ان ربنا ينصر ده من سبب للناصر الناصر هيجي من عنده ربنا من حيث لا يحتسب ومن حيث لا نتخيل ومن حيث لا نتوقع ويحق الله الحق بكلماته كنت بتفرج على فيلم من افلام الفلك من ايام كده يعني سبحان الله العظيم يعني افلام التدبر في خلق الله من الحاجات اللي بترفع الايمان جدا لما تكون بتتدبر في خلق الله انت بتفرج عليها فجايبين منظر القرى الارضية كده هو فيلم اسمه جورني انزا اا يعني بالعرب يعني رحلة في الكون يعني جايبين لك التليسكو بعد يتحرك كده حاجات بتاعة ناسا بقى للأسف الشديد يعني يعني احنا معرفناش نوصل اللي هم ووصلوله ونسبح عليها حتى يعني هنا ما مش مش نبقى خيبة في دي وفي دي يعني فسبحان الله العظيم فعادة ابوص منظر الارض جايبين منظر طبعا مبهر منظر يطار العقل منظر ابداع الله في خلق القرى الارضية وسط مليارات النجوم والكواكب اللي مفيش على نقطة مية والارض من منظر المية اللي بحوطة بقى من كل نحية واحكيها جاب لك الارض بقى وهي ايه وسط النجوم فالارض في عينك كبيرة على الشاشة كل ما تدخل وسط النجوم تصغر 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 حد ما بقت نقطة قم تموقف الشاشة وحتى بص للقرى الارضية يا نهار ابيض يا بلد احنا على حدت النقطة ده ايه واحنا ايه في النقطة دي اصلا ده احنا ولا شيء في النقطة دي يعني انت ايه في مسجد الجامعة الشرعية ومسجد الجامعية ايه في 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 قرة افريقيا وافريقيا ايه في القرى الارضية والقرى الارضية ايه في المجموعة الشمسية ده الشمس اكبر من الارض مليون ومتين الف مرة والحاجة انت ايه انت اصلا انت فكرك ان ربنا هنسر الدين بيك انت فكرك ان انت اللي مخك ده هو فاهمك ده هو وعضلاتك القوية جدا 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 ده ايه هي دية اللي هتخلص القصة اخوانا ربنا هنسر دينه ويحق الله الحق بكلماته. القضية قضية ابتلاء قلوب. ابتلاء ربنا بيبتليني وبيبتليه. عندنا يقين ولا لا? عندنا فقه ولا لا? مصدقين ربنا ولا لا? مقنين في وعد الله ولا لا? مصدقين وعد مالك الملك سبحانه وتعالى ولا لا? حظر من معرفة الله ايه? هي دي القضية اخواني. ثم يستعمل الله من شاء حيث شاء. شرف ان ربنا يستعملك. لما تكون انت تستاهل ان ربنا يستعملك. الاستعمال ده شرف. الاستعمال في قيام الليل ده اصطفاء. الاستعمال في الصف الاول في الصلاة ده اصطفاء. ده احنا بوقفين كنا وفيه من قدير ربنا بحقيقه حقيقي. بقينا يدي الملك. ولكن اللقاء لا نسمع ولا نراه. ولكن الله يكلمك سبحانه وتعالى. وينصب وجهه اليك يا سبحانه وتعالى. فلما رئيس جمهورية بيدي مثلا كلمة مثلا في حاجة الصف الاولاني بيبقى مين? وزير الدفاع. ومش عارف مين? ومين? ده الصف الاولاني. فالصف الاولاني ده اصطفاء اصلا ان ربنا يوقفك فيه. كيام الليل اصطفاء. صيام تلتاشر واربعتاشر وخمستاشر اللي جاييني يوم التلاتة الجايدة هو اصطفاء. الدعوة الى الله وانك تتكلم عن ربنا اصطفاء. اللي قلبه مليان واليقين هو اللي ربنا يختاره. هو اللي ربنا سبحانه وتعالى هيصطفيه. عشان كده اخواني في الله عايزين نعيش معاني اليقين في هذه الايام. الموضوع اللي انا عايز اكلمكم فيه النهاردة موضوع بصراحة بيمس قلبي جدا. وآآآ يعني يعني حب بقى الي من الدعوة الحديث في مثل هذه الامور. وفي مثل هذه المواضيع. يعني سبحان الله العظيم. آآ من الحاجات الغريبة جدا يا جماعة. آآ دخول الانصار في الاسلام. الانصار دخلوا الاسلام بعد تلتاشر سنة من دخول المواجرين. تلتاشر سنة. انت متخيل انك انت داخل المسجد بعد الاخ فلان بتلتاشر سنة والاخ فلان ده طلقا. الاخ فلان مش بيلعب. اخ فلان ده حضر كل دروس العلم. وقام الليل تلتاشر سنة. ودهى الى الله تلتاشر سنة. وصبر على الازأ. فانت داخل انت لسه بتاح بي. وده عملاط من العماليق. عملاط من العماليقة. فكان متوقع ان الانصار يبصوا للمهاجرين ان المهاجرين دول خلاص. ويعمل موضوع خلاص اصلا الصف الاول والتاني والتالت والرابع خلاص. اللي عايز ينشن ينشن على اخر المسجد بقى. الموضوع انتهى. من الاشياء المبهرة اخواني. الانطلاق في دين الله. اللي الانصار بذلوا اول ما دخلوا في الدين. اول ما دخلوا في الدعوة. درس الليلة انطلق. انطلق. انك انت تنطلق. ما فيش حاجة توقفك عن دين ربنا. مشهد الانصار وهم داخلين دعوة ربنا. وفي عمالقة اسمهم المهاجرين. بقال لهم تلتاشر سنة بيحضروا في دار الارقم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وبيتعلموا القرآن على ايد النبي عليه الصلاة والسلام. ونهلوا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ودخلوا في الفرن بتاع مكة الحد من صهرهم. وبقوا سبائك دهب خالصة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك الانصار اول ما دخلوا. دخلوا ازاي? دخلوا طلقة. طب طلقة. يعني طلقة يا عامل ايه يعني? يعني خلاص انا عم اتولدت بعد اخوان ترتاشر سنة. اتولدت عمان بدأت ادخل ابتدائي ولا اقول ادخل اعدادك انا اخوان مع الدكتوراه. هحصلوا ازاي ده? انصار دخلوا طلقة. محمد ابن مسلمة. يقتل اخوه من الرضاعة في غزوة بد. يقتل اخوه من الرضاعة. ام سلائي بتسيب جزها يطفش وراء البلد. خلاص رغم ان الزوجة بتبقى مرتبطة بزوجها لدرجة ان كثيرا ما نرى الزوج يسلم الزوجة تسلم. الزوج يكفر الزوجة تكفر. الزوجة تسنن الزوجة تتسنن الزوجة تشيع. الزوجة النبي عليه الصلاة والسلام. من اول لحظة دخلوا طلقة لما النبي قال لهم تبايعوني على ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابناءكم وعارفيني ان النبي عليه الصلاة والسلام معرض للقد. ومهدد داسوا على كل حاجة. داسوا على الحروب الطائفية بينهم ومن بعض. داسوا على الاعتبارات الاجتماعية. داسوا على الاصول العرقية. داسوا على التحديدات الخارجية العسكرية. داسوا على الاقتصادية. داسوا على علاقات العلاقات الاجتماعية اللي كانت بينهم وبين العرب دخلوا ابطال داسوا على كل شيء انطلقوا في الطريق انطلقوا في الطريق لدرجة ان سعد ابن معاز وقف يهدد ابو جاهل عند الكعبة لما راح يعتمر ابو جاهل بيقول له انتم اويتم الصابق ابو جاهل بيهددوا قال له هنقطع لكم طريقة جارتكم ده ابو جاهل حبيبك ده صديق عمرك ده من العلاقات المميزة لأي انسان يتمنى ان يبقى بينه وبينه علاقة ابو جاهل بيكلمك بعشم يا سعد ابن معاز سعد ابن معاز اداله على دماغه سعد ابن معاز بعدوش غير ربنا وبس سعد ابن معاز مفيش في حياته يا رسول الله لو صرت بنا الى برك الغماد لصلناه ورائك يا رسول الله صل منشئت اي حد كارت كارت بيسموه ايه بلا اي خطوط حبراء يا رسول الله صل منشئ واقطع حبالة منشئ واعطي منشئ وامنع منشئ وقاتل منشئ وسالم منشئت سعد ابن معاز بيقول للنبي يا رسول الله احنا معاك بلا حدود وبلا قيود وبلا شروط الانصار انطلقوا يا اخوانا الانصار انطلقوا في قليم الليل انطلقوا في الدعوة الى الله انطلقوا في ان يحطوا رقبتهم قدام رقبة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة احد ويقولوا نحرد وننحرك يا رسول الله الانصار قدمهم معظم الشهداء بتوى غزوة احد رضي الله عنهم الانصار في غزوة ذات الرقاع. رجلهم اتقطعت. لحمهم سقط لحم رجليهم. رجلهم اتشققت. جزمهم اتقطعت. اظافرهم سقطت. اطعوا القماش وربطوا رجلهم به وكملوا. ويا للمفاجأة. ويا للمفاجأة. ان تطلع النتيجة النهائية. ان في ناس من الانصار سبقت المهاجرين. واخذت مقامات لم يأخذ المهاجرين. فاذا بنا نفاجأ ان خرج من الانصار غسيل الملائكة. اللي الملائكة غسلته في السماء. غسلته في السماء. واذا بنا نفاجأ انه قد خرج من الانصار من اهتز لموته عرش الله. من فرح الرب عز وجل. من فرح الرب. واذا بنا نفاجأ انه قد خرج من الانصار. من كلمه الله بلا حجاب. ونحن لا نزل في الدنيا. فورا ان استشهد عبدالله بن حرام. ونفاجأ ان الانصار زحموا المهاجرين في الفردوس الاعلى. نفاجأ ان الانصار زحموا المهاجرين على نياشين التكريم المهولة زي غسيل الملائكة واهتساز عرش الرحمن ورؤية الله بلا حجاب. ونفاجأ ان الانصار اللي دخلوا بعد المهاجرين بتلاتاشر سنة. اللي فات عليهم در الارقم ما لحقهاش. اللي فات عليهم المرحلة الجهرية ما عشوهاش. اللي فات عليهم هجرتاي الحبشة ما ادركوهاش. اللي فات عليهم عامل حزن ما صمدوش فيه. اللي فات عليهم كل ده. لحقوا المهاجرين. لحقوا المهاجرين. وزحموا المهاجرين على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. انطلق انطلق. الانطلاق يا اخواني. الانطلاق. النمط المفقود في التزام الاخوة والاخوات الوقتي النمط المفقود في التزام الشباب والبنات الوقتي نمط الانطلاق في طاعة ربنا نمط ان انا هدوس على اي حاجة عشان نوصل لربنا عشان كده ليه الانصار النبي عليه الصلاة والسلام كان مبهور بيهم ليه الانصار النبي عليه الصلاة والسلام قال ولولا الهجرة لكونتم امرئا من الانصار ليه الانصار خدوا المقام ده ليه النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت قال قدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم ليه يا اخوانا لان الانصار داسوا على كل حاجة عشان ربنا داسوا على كل شيء سعد انه معاز لما اقطع كل حاجة وبينه الخلق بينه وبين الخلق عاد ابو جهل صديق عمرو عشان ربنا عاد اليهود وحكم عليهم بالاعدام في من القريضة عشان ربنا قال للنبي صل ما انشئته واقطع ما انشئت عشان ربنا وفي النهاية اهتز له عرش الرحمن ليه من فرح الرب عز وجل في رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فرح الرب عز وجل ان ربنا يبقى فرحان بلقائك لانك انت عيشت حياتك منطلق عشان تلقى الله سبحانه وتعالى عايزين النمط ده في الدين يا خوانا عايزين نمط الانطلاق لله عايزين نمط البطولة في دين ربنا سبحانه وتعالى احنا اتكلمنا كتير قوي عن الحكمة اتكلمنا كتير قوي عن ان اللازم يبقى في حكمة ولا جميل جدا ان الملتزم زي ما سمعنا كده في صلاة المغرب ويعلمه الكتابة والحكمة والطوراة والانجيل قبل الانجيل قبل النص اه? قبل الايات الشرعية الحكمة ان يبقى في حكمة بتتلقى القرآن والسنة عشان تقدر تستفيد بهم وتفيد بيهم ولكن اخوانا القوة في الدين اين القوة في الدين? غابت القوة في الدين ابو بكر الصدق لما دخل الدين دخل طلقة طلقة من اول يوم اشتغل في الدعوة شغل شكله ايه? عمر بن الخطاب من اول يوم دخل في الدين دخل طلقة الناس دي ما كانش في حاجة بتقف بينها وبين ربنا الناس دي كانت عارفة هدفها اقولوك يا اخواني ما كانش بيبقى مشغول انه لازم يبقى يعمل خلافة في الارض خلاص هو مشور النبي في هذا الام عليه الصلاة والسلام هو مشغول ان يرضي ربنا ازايش? مشغول ازاي ارضيك يا رب? ازاي اوصلك يا رب? ازاي تصلني اليك يا رب? ازاي قلبي يزجد تحت عرشك يا رب? مشغول برضى الله تخيلوا يا اخواني الواحد ساعات يفكر كده اه 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 عايزين نعمل بقى ايه? يعني اه شغل كبير للدين بس لازم الشغل ده يكون ما يموتش بموتنا اه اصل انت لو موت والشغل وقف يبقى انت عملت ايه? خلاص حاجات اه وقت معين وراحت. ولازم الشغل ده يفضل بقى ليوم الايامة ان شاء الله بازن الله. فلازم يبقى من اول خطوة تقعد تحسب تاقي الدنيا عقدت عليك اول ما تفكر انا عايز ارضيك يا رب. طب خلاص الدنيا كل انا وارد قدام عنيك. حيزار ديك يا رب. سبحان الله. تقف في الصلاة كده ايه ده انا ما عايز سواك. هو مش السواك ده مرضى للرب. وبعد كده قال لا ده انا ما جدد لش الوضوء للصلاة. مش النبي كان بيجدد الوضوء لكل صلاة. وبعد كده ايه ده? ده انا ما يقومش الليل. مش رضى الله في طول قيام الليل. وحكا ايه ده? ده انا مش مركز في طلب العلم وطلب فهم القرآن. مش النبي بيقول خيركم ان تعلم القرآن واعلامه. يا اخوانا انك تطلب رضى الله بتلاقي الشمس نورت في حياتك. او وبتلاقي الدنيا سهلة. والدين مش معقد. والدين مش مكالكع. والدين بالصعب. والدين محوش متاهة. والدين مش نغرة ماد. مجرد انك تبقى صافي من جوة. انا مش عايز غيرك يا رب. انا عايز رضاك يا رب. انطلق. انطلق. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. سبحان الله الحديث ده. يعني فضلت افكر فترة. ليه النبي كل ما يقول سبحان الله ما هذان. يقول له انطلق انطلق. النبي عليه السلام يشوف ملك ماسك صخرة وينزل بها على رأس واحد. فيتهد هدو الحجر. ها هنا الحجر يجري كده. الملك يروح يجيبه يكون الصائل. الرأس رجعت تاني. بعدما الملك عملها زي الحريسة كده. يقوم نازل بالحجر تاني. ما هذان. انطلق انطلق. بعد كده النبي عليه السلام يشوف واحد بيصبح في نهر دم. وواحد وقف له محجارة على شاطئ النار. حديث ده في البخاري. الراجل يسمح يقوم حادف حجر في مقه يرجع يسمح في بحر الدم تاني. ما هذان. انطلق انطلق. بعد كده النبي عليه السلام شوف شوف رجال ونساء عراه. وهم في عفز كده فرن والعظم اللي تحت الارض. ده عذاب القبر يا جماعة. الحديث ده في مشاهد عذاب القبر. كشفة للنبي صلى الله عليه وسلم من مشاهد عذاب القبر في هذه الامة. فبيبص يجي نار من تحت. فيضودوا يعني يعملوا ضوداء رهيبة كده من الصراخ والفزع. فقال ما هذان انطلق انطلق. ايه انطلق دي? يا اخواننا دي لحظات فتح. لحظات فتح. النبي يرى من الغيب ما يريه الله. النبي يرى من علوم الغيب ومما لا يطلع عليه البشر. لحظة الفتح انطلق. لحظة الفتح واعتقف. لحظة الفتح الثانية اللي احساب. والدقيقة اللي احساب. يا ابني ربنا سبحان الله فتح لنا طريق دينه. الدروس ما شاء الله ماليا الدنيا. وماليا المساجد. وماليا النت. والمعادل العلمية شغالة. اخوانا طريق الدين انا شاف ان طريق الدين ما فيش فيه اي مشكلة الوقتي. والتمكين جاي. والظالمين ربنا بازن الله سبحانه تعالى. سيطأهم ويهزمهم. ويكسرهم سبحانه وتعالى. ده ناس بتحارب ربنا وربنا يسيبها. ده ناس مجرمين. مبدلين لشرع الله. مغيرين لدين الله. محاربين لاولياء الله. معتدين على انصار الله. ويعني اخوانا عايزين نعرف ازاي ننطلق في طريقنا ربنا سبحانه وتعالى. اكبر نصرة تنصرها لدين ربنا. انك انت تنطلق الى الله بالعبادة بالدعوة. انك انت يبقى حياتك حياة جدة. حياة مثمرة. حياة كلها فتح في علاقتك بربنا. انطلق انطلق. سبحان الله العظيم. يعني اللفظ الانطلاق ما نمذكرناه ما انفعش ان احنا نتجاوز صورة الكهف انا اخواني. لما موسى راح للخضر الرحلة الطويلة بتاعت موسى والخضر دي تركبه سفينة وخرق السفينة ونزل على غلام وقتلوا. ودخل اهل قرية واستطعمهم ومرضوش وبنى جدار. كل الرحلة دي خارج كم ساعة? تلات ساعات مسلا كل الرحلة دي خانت اديه. الرحلة دي خانت لها مسلا ساعتين تلاتة. المهم الراهبة دي. قال تعالى فانطلق. حتى اذا ركب في السفينة خرقها. فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله. فانطلق حتى اذا اتى يا اهل قرية استطعم اهلها. فابوا ان يضيفوهما. فوجد فيها جدارا يريد ان ينقضى. فاقام قضية الانطلاق. قضية ان انت يبقى عندك جهد في علاقتك بربنا سبحانه تعالى من النمازج اللي بتبهر الواحد في سورة الكهف برضو نموذك زو القرنين. لما ربنا سبحانه تعالى يقول لك ويسألونك عن زو القرنين. زو القرنين بالنسبة لليهود شخصية محوريها وفي حياتهم. لان يعني اغلب اقوال التاريخ ان زو القرنين بالنسبة لليهود كان ملك من الملوك يعني اسمه قرش. ده اللي بعد ما اليهود اتردوا من فلسطين واتدبحهم واتخذ الطورة منهم وعاشوا سبايا في بابل. ده اللي رجع اليهود فلسطين. عشان كده كثير من المفسرين او بعض المفسرين. قال لك ان الملك ده بالذات. اه وهذا الملك كان له تصوير لحد دلوقتي موجود يعني في العراق. التاج بتاعه كان له قرنين كبار كده. يعني سبحان الله ذو القرنين يعني ذو القرنين. الذي بلغ قرنين الارض في الدعوة الى الله. الله اكبر. الذي بلغ قرنين الارض في الدعوة الى الله. اللي خد الارض فاحتور اد. اللي خد الارض من اولها الاخيرها راح جاي. رضي الله عنه. اللي خد يعني الله يعلم. يعني في قول ان هو نبي ولكن اقوى الاقوال انه لم يكن بنبي. او اكثر انه لم يكن بنبي. ذو القرنين. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم ايه? منه? منه? منه ايه? ذكره ده ذكره اخواننا المصحف. ده الذكر ده المصحف. يعني ليه? لانه بيذكرك بالله. هو في انسان ممكن لما تسمع قصته قلبك يتمالى نور وتذكيره بعظمة ربنا. هو في انسان سرته. هو في انسان قرآن يمشي على الارض. هو في انسان ذكري يمشي على الارض. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وقد انزلنا اليكم ذكرة رسولا. فالمفسرين قال لك ذكرا اخر الاية ورسولا او الاية. قال لك يعني الرسول كان ذكري يعني الرسول كان قرآن يمشي على الارض. عليه الصلاة والسلام. سيأت له عليكم منه ذكرة. هو في انسان لما الناس تسمع قصته قلبها يحيى. انا مكننا له لاجله في الارض. واتيناه من كل شيء سببا. فاتبع سببا. يا للحصرة. يا للحصرة. لما الواحد يبص الملوك الخليج وملوك السعودية والخليج. ويقول الناس دي لو سخرت الفلوس اللي معاها في نشر الاسلام في افريقيا. هيبقى نشر الاسلام في افريقيا شكله ايه? فاتبع سببا. ان الانسان لما ربنا يدي له مواهج وامكانيات يسخرها في الدعوة ليه? يسخرها في رضا ربنا. يسخرها في استرداء ربنا. يسخرها في نصر دين ربنا. كم شاب ربنا اداله مواهج فصاحة? لو سخرها في الدعوة ممكن يغير موازين حاجات كتير جدا. يا ما شفنا شباب لما اشتغلوا في الدعوة في دفعتهم قلبوا دفعتهم. يا ما شفنا كم شاب ربنا اداله امكانيات عقلية لو استخدمها في نصرة الدين والدعوة هيقلب الدنيا. انما كم واحد بيتبع سببه? كم واحد بياخد اللي ربنا ادهوله ويقوله ده ليك انت يا رب ده ده منك واليك يا رب. كم واحد كم واحد بيسخر المواهب اللي ربنا ادهاله في رضا ربنا. وفي الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. كم واحد اخوانا وسطنا ربنا ملاله حياته مواهب. وملاله حياته امكانيات. وملاله حياته. الواحد كل ما بيتعامل مع شاب ابن الشباب. مع اخي من الاخوة مع اي احد بحس انك انت لما بتحاول تدخل جوه عقليته جوه تفكيره انك انت هوف قدام كنز ان فعلا الناس كنوز بس ما حدش عايز يدي نفسه ربنا. ما حدش عايز يدي حياته ربنا. ما حدش عايز يبيع امكانياته ربنا. ما حدش عايز يتبع سببه. فاتبع سببه حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغربه في عين حامية. في مفسرين قالك ده وصل لمناطق افريقيا. مجهيل افريقيا. في مفسرين قالك ده ده وصل عند المستنقعات اللي في مصبات الانهار اللي بتصب في المحيط الاطلنطي. لان ده نهيت الارض بالنسبة للعالم القديم خلاص ما فيش معركة غير المحيط الاطلسي. حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم اللي لم نجعل لهم الدنيا سترة. مفسرين قالك ده دول سكان القطب الشمالي. لان الشمس بتفضل ست شهور ما تغيبش من عليهم. مفسرين قالك دول القبائل الشديدة التخلف في قارة افريقيا. لان دول اللي لعندهم بيوت ولا ولا عندهم هدوم ولا عندهم حاجة تسترهم من الشمس. حتى اذا بلغ بين السدين. واجهد من دولهما قوما لا يكادون يفكون قولة. في مفسرين قالك دول سكان المناطق الجبلية. وجبال شمال الارض واعال الارض. هو في ايه يا اخوانا? هو في ايه? وكل ده ساتلو ساتلو عليكم منه. منه ذكرى. كل ده منه امان لما ربنا يقول لنا قصته كاملة. يبقى فيها ايه? يبقى ايه القصة الكاملة بتاعته? يبقى هو عمل ايه لربنا سبحانه وتعالى? عايزين يا اخواني في الله نفهم حقيقة هذا الدين. عايزين نفهم حقيقة المعنى اللي بنخرج منه من القرآن والسنة. عايزين نفهم معنى قوة الدين عشان كده انا عايز نتدبر النهاردة في ايات لما قرأتها افتكرت لما كنا في سنة امتياز وعملوا حفل التخرج للاوائل بتوع. عملوا حفل التخرج للدفعة وجايبين الاوائل بتوع كل مادة على مادة ست سنين كرموه. فالاول على البطنة فلان طبعا ما بيقوش حاجة واحدة. ما فيش واحد بيطلع الاول على كل المواد. الاول على البطنة فلان. فكل الدفعة ببصله كده نهار او بيد. يعني شرف. الاول على الجراحة فلان. الاول على التشريح فلان. الاول على مش عارف الانسجة فلان. الاول على الطب الشرعي فلان. الاول على الرمض فلان. احدين تبص كده وكل واحد غير التاني. سبحانه الله. ولما تلاقي بقى واحد طلع الاول في دي وفي دي مثلا. او واحد طلع الاول في ثلاث حاجات. وانا بقرأ يا اخواني في صورة الانبياء. قصص الانبياء. انا حسيت ان بالزبط احساس حفلة التخرج. وجايبيني الاول على كل مادة في النهائي. الاوائل. مش موضوع جنس للارقام القياسية. سبحان الله العظيم. مش موضوع جنس للارقام القياسية اه في يعني في الانجازات الدنيوية تعرفين في موضوع جنس كاتبين شيخ من شيخ باكستان اسمه شيخ عبدالوهاب كاتبين في موضوع جنس انه اكثر مخلوق على وجه الارض يتحدث عن الله. في موضوع جنس تلت ساعات بيدي درس كل يوم تلت ساعات بعصات الفجر يتكلم عن ربنا. عمر الوقت فوق المئة سنة. كلام ده بقى له مسلا ستين سبعين ثمانين سنة. في موضوع جنس اكثر انسان يتحدث عن الله. في الكرة الارضية ده كلها سبحان الله والله اعلم بعباده طبعا يعني ده ده علم البشر بالبشر مش علم رب البشر بالبشر. انا ما ايز اقول لك هو في واحد بيعمل كده فعلا. هو في واحد لما تبص يا اخواني في الله. ايوا ادي واحد اه اتنين ها? البطاق فين? تلاتة اربعة. يا حسرة على الشباب. خمسة ستة. البطاق فين يا رجال? طب يلا اتنين رجالة كده بسرعة بقى ايه? يقوموا كده يجيبوا لنا شوية بطاق احنا نفضل لحد امتى يا جماعة ماشيين من غير بطاق في الشارع? لحد امتى يا شباب? ازاي ماشي من غير بطاقة يا ابني? ازاي ماشي من غير هوية? ازاي ماشي من غير مصحفك ده هو? انت تقدر تنفصل عن المصحف فعلا. يعني انت ما بتبقاش ساعة النوم كده عايز تاخد المصحف في حضنك. خايف انك تنمن غيره. سبحان الله العظيم. افتحوا معايا يا اخواني. عشان بقى نبدأ بقى ايه? نحيش مع الاوائل على البشرية. يلا رجالة. يلا ازاي البطاق بسرعة. افتحوا معايا سورة الانبياء صفحة تلتمية ستة وعشرين. صات تلتمية ستة وعشرين. يلا يا هنجز. يعني معكش بطاقة وكمان مش عارف تطلع على الصورة. يعني اخ اجي اقول له الاية وانا مستنى انه يكملها لي مثلا يعني مثلا الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة ايه? فيقول لي ايه? اقول له ما تقول يقول لي اصلا مش حافظ القرآن. فقول له مسلا ولا قد اعتنا ابراهيم من قبل وكون نبيه ايه? يقول لي ايه? اقول له ما تقول لي اصلا مش حافظ القرآن. قلت له ابني انت بتضحك علي يا ابني انت ابني بتضحك عليها تضحك علي نفسك. يا حبيبي اللي بيقرأ القرآن لازم يكمل لك الاية. الحافظ القرآن هو اللي يقدر يجيب لك الصورة من اولها الاخيرة من غير ما يقطع في اية. ده اللي حافظ. انما مجرد قرآن القرآن لازم تعرف تكمل اي آلة ما قولها لك. وتعرف هي في اي صورة. وتعرف هي في الصفحة اللي عليمين ولا على الشمال. وهي في الصفحة فوق ولا تحت ولا في النص. يا اخوان احنا بنحكش على نفسنا يا اخوان اللي بيقرأ القرآن بقلب. الحاجات دي بالنسبة له تبقى واضحة. اللي بيقرأ القرآن يعني ان اخ معانا او او اخت معانا تحت مش عارف يطلع صورة الانبياء دي مشكلة. يقول لك صورة الانبياء دي بعد صورة ايه? ها? بعد طاة. طاة دي فين? بعد الكافة الكافة دي ايه? بعد الاسراء. يا دي المصورة الاسراء دي مين يا ابني? انا مش عارف انت بتقول ايه اصلا. انتم بتختاروا عصمها صورة جباة وانا ايه? يعني اعمل ايه يعني? صوت تلتمية ستة وعشرين. مش عارف اكتبها لكم على الصفورة. وريني يا ابني صورة الانبياء. فلعتها ولا لأ. ها? صوت تلتمية ستة وعشرين. اية تمانية واربعين. ها? ربنا بيقول ايه? اية تمانية واربعين بتقول ايه? ايوة كده ولا قد اتينا موسى وهارون الفقر. هو هو رقم تمانية واربعين ديت. يبقى معناها الاية اللي بعدها ولا الاية اللي قبلها? يا سلام. ايه التفوق ده? ايه معناها الاية اللي ايه? طول اخبطونا الله يغفر لكم. رقم الاية يبقى الاية اللي ايه? اللي قبلها. يبقى الكلام اللي قبلها هو الاية. يبقى اية تمانية واربعين ولا قد اتينا موسى وهارون الفرقان. طب اية واحد وخمسين. ولا قد اتينا مين? ابراهيم. يبقى بعد قصة موسى وهارون قصة ابراهيم. طيب اية اتنين وسبعين. ووهبنا له ايه? مين? اية اتنين وسبعين اللي صفحة اللي بعدها اخر اية. وهو ابن الله مين? اصحاقة ويعقوبة ايه? يعني ايه نفلة? ايه ده? ايه الحلوة دي? يعني ايه زيادة برضو? زيادة خير يعني جميل ده انتو اسادزة ما شاء الله يعني ايه برضو? جميل جدا يا شيخ ابراهيم برضو يعني ايه يا اخي ربنا يعفزك يعني ايه برضو? اي قال المفسرون اي بلا دعاء بلا دعاء قال لك ربنا طلب ابراهيم طلب من ربنا اسماعيل قال رب هبلي من الصالحين قال لك انه ما اسحاق ويعقوب تولد في حيات ابراهيم والن رب يعقوب سيدينا ابراهيم ويسايدنا ابراهيم عاش لحد ما سيدينا ابراهيم كبر وبقى راجل عليه الصلاة والسلام عليه وسلامه planningP اجمعين فقال لك نافلة بلا دعاء يعني في عطاءات ربنا بيدهلك بمجرد العبادة من غير دعاء وفي عطاءات ربنا يديها لك بالدعاء. يعني عبدتك بتعطى بيها عطاءات في الدنيا ودعاك بتعطى بيها عطاءات في الدنيا. يعني كل حاجة بعطاءات يا جماعة. فنافلة قال لك بلا دعاء. طيب ايه اربعة وسبعين ومين? ولوتا الله اكبر مسايدنا لوت. ها? ايه ستة وسبعين ومين? ونوحا ايه تمانية وسبعين ومين? وداود وسليمان ايه تلاتة وتمانين اقلبوا صفحة ومين? وايوب اية خمسة وتمانين. واسماعيل وادريس. ادريس مؤسس الحضارة البشرية على وجه الارض. وذي الكفل من غير سيدنا ادريس ما كانش في حضارة اصلا. وذي الكفل. اية سبعة وتمانين ومين? واية تسعة واية تسعة وتمانين ومين? وزكريا واية واحد وتسعين والتي احسنت فرجها. ما كانتش يعني لم تقت النبوة ولكن ايه كانت صديقة. سيدنا مريم. انا عايز بس ايه? يبقى انتم معايا كده في الايات اللي انا هتكلم مع بعض فيها يا اخواني في الله. انا عايز اكتركز معايا. دي الصورة اسمها صورة ايه? الانبياء. طب ما ربنا اتكلم على الانبياء في صورة مريم. وتكلم على الانبياء في صورة القصص. وتكلم على الانبياء في صورة الصفات. وتكلم على الانبياء في صورة شعراء. يبقى لما ربنا يتكلم على الانبياء في صورة الانبياء يبقى في هنا تكريم خاص للانبياء وتسليط لضوء خاص على الانبياء عشان كده بعد الابهار الهائل بالانبياء ربنا بيقول في الاخر ان هذه اماتكم مبهورين بمين يا غلابة رايحين تنبهروا بايش شباب اللي راح ينبهر بجفارة جفارة ده يجي ايه لما تقرأ قصة سيدنا داود اللي وهو غلام صغير ضرب بالنبل جالوت واتله مين مين اللي مين اللي يصل للبطولات بتاعت الانبياء مين اللي يصل حايزين نباهر بالانبياء يا جماعة اول ملمح نبص على الانبياء فيه ان كل نبي من الانبياء اللي تقاني دول ده مش موسوع جينيس با ده ارقام كواسية موسى وهارون اول من وقف في وجه فرعون مصري في التاريخ كان سيدنا موسى اول واحد ده ده الى فرعون هو ملأة يعني راح لسيدنا الى راح لفرعون والوزير الداخلية والرئيس مجلس الشعب والرئيس المخابرات والرئيس مباحث امن الدولة كله دخل عليه سيدنا موسى ومالأة اصل البلاد لما بتبقى اه بتتحكم بحكم فاسد ما بيحكمهاش فرض بيحكمها ايه عصابة بيحكم عصابة فاللي يظن ان كان زمان اللي بيحكم مصر فرضي بقى مش فاهم ده عصابة فما فيش حد يعرف كل واحد حطت ايه في موقت تاني فما فيش حد يعرف ايه وكله مع بعض بقى فسيدنا موسى راح للعصابة كلها اول واحد راح للعصابة كلها اول واحد كان عنده قوة قلبي في البشرية انه يذهب الى هؤلاء الجبابرة ولا يخافهم بعد كده ولا قد قاتينا ابراهيم رشدة ابراهيم اول من هاجر في ذات الله اول واحد اقام الهجرة في الارض عشان ربنا سبحانه تعالى اول ما يعني كل هجرة في الارض بعد كده كانت على سنة سيدنا ابراهيم اه ونجيناه ولوتا قالك دي اول هجرة حصلت في تاريخ البشرية عشان الدين كانوا ثلاث افراد اللي عملوها ابراهيم ولوت وصار زوجة ابراهيم ابراهيم ابن اخوه لوت سيدنا لوت كان عمه سيدنا ابراهيم وصار زوجة ابراهيم دي اول هجرة تمت في تاريخ البشرية رجولان ومرأة اول هجرة في تاريخ البشرية اول من هاجر في ذات الله سيدنا ابراهيم بعد كده ولوتا لوتا ده اخوانا سيدنا لوت ده اخوانا يعني كثير من الناس مش عارف مين هو سيدنا لوت. يعني النبي عليه السلام انما مش متخيل عظمة شخصية سيدنا لوت. سيدنا لوت هاجر مع سيدنا ابراهيم. بعد ما ابراهيم نجم النار. ها? وخرج من النار اللي قاعد وقفلين عليه. المبنى بتاعها قيل اسبوع وقيل اربعين يوما وقيل خمسين يوما. وفي الاخر لما نقبوا الجدار عشان اعذر طلب من النمرود انه يطلع العظم بتاع ابنه ورفات ابنه يدفنها. دخلوا له سيدنا ابراهيم قاعد يعني يهتز من الندوة عليه الصلاة والسلام لدرجة ان فيه بعض الاسرائيلية بتقولك ان النمرود دبح لربنا يعني واقيل ايه? يبقى اله من وصل الاليها بقى. يبقى سيدنا ابراهيم اله برضو ايه كوي زي الاليها بتاعيتنا كده. فزي ما بنتبح لدول نتبح لده برضو يعني. يعني الشرك داخل في عقوله ومقلوبه وملاعظه بالله. فلما سيدنا ابراهيم هاجر سيدنا ابراهيم ما خدشه لوت معاه. بعت لوت بلد وراح هو بلد. عشان الدعوة تنتشر في الارض. سيدنا لوت راح بلد اسمها المؤتفكة. تخالي رايح لتلات اربع تلاف بني ادم ولا واحد امن به. وهو مش من اهل القرية اصلا. انا تخيلت ساعته انا بكره الايات. ان انا رحت بلد عيشت فيها كلهم كفار. ما امنش. ما امنش ان انا اخرج بره بيتي حد يقتل حد من عيالي. ما امنش ان انا حد يطلق يقتلني ماليش دي. عايش وسط كفار كرهني ورفضني. واولم ننهك عن العالمين ممنوع انك تنطق مع مخلوق يا لوت. ممنوع. وربنا سبحانه تعالى يقول ويقطعون السبيل. تقطعون السبيل ده. قال لك انه بلتجية بيسبتوا الناس. عارف اللي بيسبت واحد مطوى طلع فلوسك. يعني زي ان نوح عايش وسط تاعة اربعة تلاف بلتجي. ويقول لك يعني ولا ياذب الله نجيناه من القرية التي كانت تعبل الخبائف. لما تقرأ اقوال المفسرين فيها. حزن زي ان لوت فعلا زي ما ربنا قال انهم كانوا قومة سوق. اللي بيفعلوا الفحشة اللواب دي يا جماعة. دول مين الوقتي? يعني مين اللي مشهورين بالموضوع ده? المسجلين الخطر في السجون. عشان كده دي من الحاجات اللي بتعطيها اعترض بقى على عقوبة السجن. ان من الحاجات اللي نشرت فعل قوم لوت في الدنيا تاني ادخال المسجلين الخطر مع بعض في السجون. فبقى التحرش ولا عاذب الله في هذه السجون. ودي من الحاجات اللي بتذكر في محاسن الشارع الاسلامية. ان قانون العقوبات في الشارع الاسلامية قانون بيطهر المجتمع بجد. انما قانون العقوبات زي انظام السجن في الشارع الغربية قانون بيصنع جرائم فحشة ولا يا ذو بالله. فمين دول يا جماعة? انهم كانوا قومة سوق ده المسجلين خطر. سيدنا لوت قاعد وسط تلات اربع تلاف مسجل خطر. ممكن واحد يقتله. ممكن واحد يقتله لقبناته لما يخرج. ممكن واحد يعمل فيه اي حاجة. وقاعد سنين طويلة. سنين سيدنا لوت ما عادش شهر واتنين وسنة واتنين ده سنين طويلة. عليه السلام وسط الناس لواحده. ولا فما وجدنا فيها غير بيت. بيت واحد بس اللي اسلم لله. وامن بالله. سبحانه وتعالى. سيدنا لوت قاعد وسط كل دول. يبقى سيدنا لوت اول او الذي جلس في بلد كاملة على الكفر واحدة. طب وسيدنا ابراهيم قبله. اول من وقف في وجه الكرة الارضية واحدة. طب وسيدنا موسى قبله. اول من وقف في وجه فرعون وملأه. واحدة. ايه البطولات دي? طب ونوحا ازناده. سيدنا نوح. سيدنا نوح ده محط من رقم القياسي. اعلى انجاز عالمي في السبات على مدة الدعوة. تسعمية وخمسين سنة. تسعمية وخمسين سنة. سيدنا نوح. انت بتخيل ان قضية التوحيد. مهمة لدرجة ان بني ادم يقعد يتكلم عنها تسعمية وخمسين سنة. انت متخيل انه قضية الدعوة الى الله. مهم لدرجة ان انسان يقعد يتكلم عن ربنا تسعمية وخمسين سنة. يبقى يا شيخ عبدالوهاب بقى ربنا يحفظ اللي بتكلم تلات ساعات عز ربنا كل يوم الفجر اه في سيدنا نوح تسعمية وخمسين سنة لاي انا انا هرم بتكلم عن ربنا. عليه الصلاة والسلام. محطم الرقم القياسي في البشرية في مدة السبات على الدعوة. بعد كده وداود وسلمان. داود اول من جمع بين النبوة والملك. اول من جمع بين النبوة والملك. قبله كان بني اسرائيلية في نبي وفي مالك. دا الاختصر اول من جمع بين النبوة SUPER سيد داود اتولد وفلسطين محتلة. اتولد واليهود مستثلين. اتولد واليهود في اسوأ حال. رجعت فلسطين. ونزل عليه الظابور كتاب كله رقائق عشان يهدى قومه. وكان افضل قيام في البشرية وكان افضل صيام في البشرية وكان يقرأ القرآن الوزبور بينما يسرج له فرسه من كتر ما ربنا يسر عليه تلاوة كتابه وكان مالك وكان مجاهد واقام امبراطورية بني اسرائيل في ازهع سرها وكان يأكل من عمل يده وكان مربي وكان يسبح فتسبح الجبال والتربع ايه يا اخوانا دا وقال لاتى الجلوت مبهورين بمين عشان كده في الاخر ان هذه امتكم انتم مبهورين بمين انتم ببصوا لمين انتم مفتونين بقدوات ضلة ليه القدوات المعولة دي هي الامة بتاعتكم امة واحدة توحدوا على ما توحدوا عليه سيدنا راود عليه السلام اعلى وبيص نور في تاريخ البشرية سيدنا ادم لما عرض عليه ذريته من وسط مليارات الظر اللي لفت نظر وبص النور اللي بين عيني داود يعني تخيل سيدنا راود دا كان ايه يعني سيدنا نور دا كان منور قد ايه عليه السلام عليه الصلاة والسلام انجزات يا اخواني انجزات باهرة بعد كده وايوبا ازنادى رب اعلى ابتلاء بالمرض في تاريخ البشرية وفي النهاية يقول وانت ارحم الراحمين اعلى اعلى حب لله واعلى ثقة في الله سبحانه وتعالى بعد كده سيدنا سيدنا يونس وذنوني الذهب مغاضبة دا اعلى كرب في تاريخ البشرية اكتر واحد وقع في زنقه في تاريخ البشرية سيدنا سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام واعلى ثقة في الله فنضى في الظلمات قال لا اله الا انت الواحد لما بيقرأ في الصفحة دي ويبص مع سيدنا ايوب وبيقول بعد تمنتاشر سنة ابتلاء وانت ارحم الراحمين ياه وسيدنا يونس وفي قلب الحوت في قلب البحر وهو بيقول فظن ان لم نقدر عليه لا يمكن ربنا هدايئة علي ابدا ولا يمكن ربنا هيسيبني ابدا وسيدنا سكرية وهو عنده تسعين سنة وامرأته عاقر وعمره ما انجب وبيقول رب لا تذرني ما تسبنيش يا رب ايه يا اخوان الواحد يبص للآيات دي كده ويقول يا ايه اللي بتلاقات اللي عندنا دي يا جماعة ايه اللي بتلاقات اللي عندنا دي ايه الان من ايه متضايق من ايه خايف من ايه حزين على ايه وليك رب بهذه الصفات اعلى مقامات ايمانية في تاريخ البشرية كلها سئلنا زكريا اصعب حالة عكم بتاريخ البشرية ويقول رب لا تذرني يعني يعني عايز ايه يعني يعني يا اخوانا يعني نقول لكم قبل كده ان احنا لو عرضنا الملف بتاع سيدنا زكريا واحد عنده تسعين سنة وامراته بعدها سمعين سنة ولا حاجة وامراته عاقر يعني بعض المفسرين قال لك كانت بلا راحم بلا راحم اصلا ها يعني مش بلا بلا راحم اصلا فاعرضنا على كل اطباء العقم والولادة في العالم كله هيقولوا انتم هيتحكوا ويقولوا انتم بتقولوا كلام مستحيل يحصل لا انا مش بقول كده الوقت يا اخوانا لو جبنا ملف سيدنا زكريا وعرضنا على العلماء والشيوخ في الكرة الارضية عالشيوخ عالدعاء في الكرة الارضية وقولنا لهم الراجل ده عايز في واحد عنده مواصفاته كذا كذا عايز يخلف هيقوله ايه ده ممكن كثير من اهل الدين يقول ازاي يا هذا هذا اصلا سبحان الله هذا اعتداء في الدعاء يعني ممكن نازل انما ان ثقتك في الله ترتقي لدرجة هذا الطلب اعلى ثقة بالله سبحانه وتعالى وبعد كده والتي احسنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا اعلى عفاف في تاريخ البشرية تحطيم ارقام قياسية اه هقول الوقت ما لسه ده انا بجيب يعني ايه بقول بكورة الكلام لسه بازن الله نتكلم هنكمل الكلام الوقتي انما الوقتي بس بد تعريف عام وفي النهاية ان هذه ايه امتكم دي امتنا يا جماعة دول قدواتنا يا جماعة دول دول اللي ربنا بنزلهم لنا قصاصهم عشان يا جماعة نقتدي بيهم ونمشي وراهم دي الامة بتاعتنا امة البطولة دي امتنا دول اجدادنا يا اخوانا لما العلمانيين يمسيكولك في شوية رموز اوروبية وغربية ويقول لك فلان وفلان وفلان والله العظيم الوحيد لما كان بيقرأ الناس ذي كان بيستغرب اصلا ويقول لك مش عارف مين وديستوفيسكي واسمه ايه ده بتاع روسيا كان اسمه ايه? اه مش فاكر اسمه المهم يعني كان الواحد يجيب القصص والتاني ده بتاع بتاع انجلترا اللي كانوا طايرين بيه اجيب القصص بتاعتهم يعني سبحان لوح زمان كان بيحب يقرأ قوي يعني احيب القصة اعتهم انا لازم انفعل غصب عني وهم بيقولوا انهم شخصات عظيمة فانا لازم انفعل انا مش حاس انه مبهور ولا حاجة يعني مش هعمل طول يعني يعني مش احصل لحاجة يعني مش حاسم انا بقرأ قصة يعني ايه? همشي على اداية في الاخر من الانبهار. انما اما انبهروا بالرموز بتاعتهم فبهروا العالم كلها بيها. انما احنا للاسف الشديد مش مبهوه مش مبهورين بالقادة بتاعنا والرموز بتاعنا. ان هذه اماتكم امة واحدة وانا ربكم. الابطال دول هم امتكم وقضيتكم. والعطاءات المهولة اللي ام اخدوها هدية من ربكم. عشان تعرفوا مين هو ربكم. وتعرفوا مين هم القادة بتاعكم. فاعبدون المبهر في قصص الانبياء. انك انت بتلاقي في بطولات. بطولات في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى. اخدو بالكم اخوان الوقتي لان انا عايز اقول لكم ان اكتر حاجة ممكن تبهرك في قصص الانبياء ان بطولاتهم ما كانتش بس في العبادة والدعوة. ودي من الحاجات الخطيرة اللي احنا عايزين نقف قدامها. ان الالتزام مش بس العبادة والدعوة. ان في جوانب تانية خطيرة في بناء الملتزم والملتزمة. لما نشوف الانبياء. انا عادت انا بقرأ قصة الانبياء. افكر في علاقة الانبياء دول بزوجاتهم. في اهتمام الانبياء دول بولادهم. في شخصيتهم. شخصيتهم العادية الحياتية. يعني شخصيتهم. في حياتهم الاجتماعية شكلها ايه? حياتهم الاجتماعية مش عبادته ودعوته. في عقليتهم. في تعاملهم مع الدنيا كيف? بتعاملوا مع الدنيا ازاي? لقيت ان في جوانب مبهرة في حياة الشخصية المؤمنة الالتزامية غير بس الصلاح والاصلاح. عايزين نوزع فهمنا لدين ربنا سبحان الله. لو احنا عارفنا نقلد هؤلاء الانبياء. الشباب اللي برة هيموتوا عشان يدخلوا الجامعة. هيموتوا عشان يصحبوك. البنات المتبرجة اللي بيخافوا منك لما تدخلت الدهامة طوية هتموت عشان تمشي معاكي. لو احنا بقينا الشخصيات دي اقبالنا. حتى تخيل سيدنا ابراهيب لما قالوا ضيوف ده بحلوم عجل. انت لو روحت يا ابن الواحد ده بحلك عجلة هتعمل ايه? وعنده بحلك عجلة يعني واحد شخصيته الاجتماعية وحياته الاجتماعية بحلك عجلة هتعمل ايه? سيدنا ادريس ده بعض المفسرين قالك ان هو ازوريس في وان كان الكلام ده يعني علينا بقى كلام تاريخيا او مش تاريخيا. انما ادريس ده اللي علم الدنيا كلها العلوم اللي قامت عليها حضارة الفراعنة القديمة. اللي حضارات الارض خدت من الحضارة الفراعنية مؤسس الحضارة الانسانية. كما قال تعالى ورفعناه مكانا عليا. سيدنا سليمان عليه السلام. لما كل الملوك ايام الخيافة العباسية كانوا يجمعوا الشعراء حواليهم. ليه? عشان يقلبوا القصايد فيهم. سيدنا سليمان ورس ملك سيدنا داوت. فجمع المبتكرين والعلماء والمبدعين في الكرة الارضية حواليه? وسخر علمهم لبناء اقتصاد دولة وبناء تجارة دولة وبناء امكانيات علمية مهولة جبارة في دولة. فعمل نقلة حضارية رهيبة في الدولة اللي اخامها سيدنا داوت. هو كلام ده دنيا ولا دين اخوانا? كلام ده دنيا بس تسخروا للدين. يعني الانبياء الشخصية الصلاحة مش شخصية مقفولة. الشخصية الصلاحة مش شخصية بتعرف تتكلم في الدعوة وتعرف تسلق ليله بس. شخصية صلاحة. شخصية شخصية جميلة. عقليات سيدنا ايوب كان ملتي مليونير قبل ما يبتلى. ملتي مليونير. ولما امواله كلها راحت صبر. ولما ربنا شفاه وامطر عليه جراد من ذهب. يعني هيبقى ملتي ملياردير بقى مش ملتي مليونير خده. وقالوا من يشبع من فضلك يا رب. يعني الانبياء ما كانوش شخصيات الصالح مع الشخصية مقفولة. في علاقته بالدنيا. في علاقته بالحياة. في شخصيته شخصيات جميلة. يعني انا انا مش عارف اوصلها لكم ازاي. انما انت لو قابلت الشخصية دي من غير الدين انت هتحب انك تبقى جنبها. شخصيات جميلة. عقليات جميلة. نفسيات جميلة. حياة بيصنعوا حياة لا اي انسان بيرتبط بيهم او بيمشي معهم. الحمد لله وكفى. صلاة وسلام على عبادي الذين اصطفى. اما بعد يعني سبحان الله يا اخواني. يعني شوف شخصية سيدنا ابراهيم. ايه البطولة ديت? ايه الشخصية المهولة الجبارة ديت? عشان ننباهر يعني اللي عايش يا اخواننا مع القرآن عنده اكتفاء في الحياة. ما انه هو خلاص هو يعني اللي قرأ الكلام القرآن عن الله. وقرأ كلام القرآن عن الانبياء. وقرأ كلام القرآن عن العمل الصالح. وكلام القرآن عن المعاصي. بيبقى عايش في اكتفاء فعلا جوا جنة. ما بينبهرش بحاجة في الدنيا هو مش ينور الدنيا بالنور اللي جواه. ربنا يقول لك ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل. من قبل انت عارفوا قبل كده اما وقبل كده يعني ربنا يقول لك انا يا ما هدهت. انا يا ما فتحت. اناighs ما رفعت. انا يا ما مننت. ولا قد اتينا ابراهيم رشده من قبل. وكنا به عالمين. وكنا به عالمين دي. انت عارف يعني مش كنا بعبادته عالمين. مش كنا بجهده عالمين. مش كنا بقلبه عالمين. كنا به بسره على نيته. بظاهره باطنه. بصلاحه اصلاحه. كل حاجة في سيدنا ابراهيم كانت مبهرة. كل شيء اذ قال لابه وقومه. ما عندهش خط احمر. ما يقول لك مسلا اه بتوحط توقش دول يا عم ما تقربش منهم او ما تنزلش مسلا بيان عنهم احسن دول مؤذيين يقول كلمة عليه في برنامجك. والناس ما عندوش خط احمر بيقف وش اي حد على الباطل. مفيش حد خايف منه. اذ قال لابيه وقومه ما هي فيه التماثيل. ايه التماثيل ايه شوية الاصنام. اللي انتم قاعدين عاكفين عليها دي. التي انتم لها عاكفون. عارفين لما واحد يدخل على واحد. واقف قدام حيطة كده او جاي بتوبة. واحد يقول لها بحبك يا حبيبة قلبي. يا نور حياتي. يقول له ايه يا مجنون اللي انت اقتها امانو ده? انت قدام حيط التوبة واحد تعبدها. ما هذه التماثيل. شوية الاصنام شوية الحجارة التي انتم لها لاجلها عاكفون. انتم بتعملوا ايه? القوة بتاعة سيدنا ابراهيم هزاتهم. قالوا واشدنا ابا انا لها عابدين. واخد بالك بيقولوا لها عابدين انما سيدنا ابراهيم قال لهم ما هذه التواثيل التي انتم لها اهاكفون والعكوف ده معنى الاستمرار غير العبادة. ممكن عبد شوية واسيب شوية. كأن المعصية لما بتثبت التطور. كأن لما هتسيب المعصية المعصية مش اطاف عند حد معين. قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين. قال شوف ما فيش خطوط حمرة. قال لقد كنتم انتم واباءكم في ضلال المبين. ده انتم مش مش بل انتم في ضلال لقد كنتم ده انتم طول عمركم انتم واباكم. واباكم هنا مش شرط معناها ابوه. عارف لما يقول لك مثلا ايه? اباء الليبرالية في العالم فلان وفلان وفلان. اباء العلمانية في العالم فلان وفلان وفلان. اباء اللي وضعوا الفكرة الاشتراكي في العالم فلان وفلان وفلان. اباء الفكرة. لقد كنتم انتم ورموز بتاعتكم. قال لقد كنتم انتم واباكم في ضلال مبين. واضح زي الشمس. يعني تحسن سيدنا ابراهيم كان بصص للناس انهم شوية حشرات المشركين. وبصص للاوثان اللي بيعبدوها الناس شوية حشرات. فجعلهم جذاذا دخل على سبعين صنم حطمهم. سبعين صنم. وفي الاخر علق الفس في رقبة واحد منهم. عشان بس ايه? لما يرجعون سيدنا ابراهيم ويجبوه. لعلهم الى يرجعون اي لعلهم الى ابراهيم يرجعون. هذا قول من اقل المفسرين. سيدنا ابراهيم كان عارف ان هما يجبوه. ومش خايف لا. وما مين يبني? سيدنا ابراهيم بيبص ان حشرات بتعبط حشرات. سيدنا ابراهيم لا في قلبه دول ولا في قلبه دول. قلبي سليم لا في قلبه واقف يتكلم معهم بيتاري على عوازانهم ما هذه التماثيل التي انتم لا عاكبون. قال لقد كنتم انتم واباكم في ضلال مبين. قالوا اجئتنا بالحق يا ما انت من اللاعبين مهزوزين. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهون. انتم مجانين. قاعدين تعبودوا طوبة. ده ربنا رب السماوات والارض الذي فطرهون قوم ابراهيم. كانوا بيعبدوا الشمس والامر والكواكب. وكان عندهم سبعين صنم. وكان من الاله اللي بيعبدوها آلهة قوم نوح. اه يعوق ونصرة ويغوث. ها? يعني فيه صنم لحد دلوقتي موجود اصلا في الاثار اسمه نصروخ. يعني بعض المفاسرين قال لك وهو نصرة. لا محالة. هو نصرة. فقوم اشألنا ابراهيم كان كل حاجة عندهم جميلة وكل حاجة عندهم لذيذة. كل حاجة تنفع اله. وكل حاجة ممكن يابدوها. وكان دول قوم النمرود. يعني كان الحاكم بتاعهم النمرود. ايه يا اخوانا قوة القلب دي? قلبا ربكم. رب السماوات والارض الذي فطرهون. وانا على ذلكم من الشاهدين. يقين. طب انت شفت السماوات والارض يا بتدخلق يا ابراهيم. انت شفت السماوات والارض يا بتصبح ربنا. ما هو انت بتقول اشهد ان لا اله الا الله. وانت شفت ربنا? انما لازم يقينك بيقينش هادك انك شفت. سيد ابراهيم بيتكلم بيقين في الحق. كما تكلم بيقين في الباطل لما قال لهم في ضلال مبين. عنده يقين يا اخوانا. ده اليقين اللي نقدر نواجه بالواقع. وما عندهش تمييع بقى. مفيش ميوع. لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. احنا بقى بعد خمسة وعشرين يناير بقى اه التمييع بقى. لا بصوا يا جماعة احنا مش عايزين نتكلم على ابا كان ممكن بقى لو تكلموا لو كانت بالطرق اللي احنا تكلمنا بيها. لا اصل اباكم دول كان ممكن سيدنا ابراهيم يقول كده ماتوا والله هو اعلم كده احوالهم ايه. وممكن انما احنا الوقت بنتكلم فيكم انتم واحنا عايزين نتغير. سيدنا ابراهيم ما عندهش كده الحق والباطل باطل. فيش تمييع. ما فيش تمييع. لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. وادا دين ربنا. عشان كده تهزوا في النهاية. وتالله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين. ما هو انتم شوية وهتقلبوا الاصنام دي وترجعوا للدنيا بتاعكم. فجعلهم جذاذة. جذاذة. فتتها. تفتت تسعة وستين صنام فتتهم. وسبب الصنام الاخراء لعلهم لاي يرجعون. قالوا من فعل هذا بالياتنا? انه لمن الظالمين. مين اللي ضرب الاليات بتاعتنا? مين يعني مين الظالم ده? قالوا سمعنا فتن كان عنده ستاشر سنة. ستاشر سنة. هو بيعمل البطولات دي ستاشر سنة. يذكرهم يقالوا له ابراهيم. قالوا فأتوا به على اعين الناس نعلهم يا شنون. قالوا انت فعلت هذا بالياتنا يا ابراهيم? قال فعله كبيرهم هذا. ايه يعني كبيرهم هذا المفسرين يقول لك هذا دي قمة السخرية. حرف هذا. يقول لك يعني لما ايه? لما انا مثلا فنان مبدع. فرسمت روحة مبدعة. وواحد مسلا خطه ناتش فراخ. فقام جاي فيبص على لوحة كده يقول له ومين اللي رسم اللوحة ديت? فانا يعني عايز اقول له يعني ايه? يعني عايز اسخر منه يعني. فقول له انت طبعا. فقام ان المعنى ايه? ان المعنى هو انت تعرف ترسم الوحة دي مين له هرسمها يعني غير يعني مثلا يعني. فقال لك كده بالضبط يعني. بل فعله كبيرهم هذا. ده بقى اللي عمل كده فيبصوا كده يعني ازاي يعني ازاي يعني فاسألوهم من كانوا ينطقون. الدنيا كلها وقفة وقفة في التارية الدنيا كلها. ايه اليقين ده يا اخوان ايه قوة القلب ده يا اخوان ايه اليقين? الهائل ده. وفي النهاية قال يا فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. الاية دي يتموتك على روحك منضحك. الاية دي طبعا بتكرره في القرآن كتير جدا. يعبدون من الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. كتير جدا في القرآن انهم بيعبدوا من دون الله ما لا ينفعه مرة يضره. انت حس ان واحد دخل مسلا ايه? اه اسمه بوليس ولا ما كان فوزير الداخلية قاعد واللواءات قاعدين والرطب وكلهم قاعدين وفيه اه اه يعني ايه اه اه يعني امناء شرطة قاعدين وفيه مخبر واقف فهو يعني شاف المخبر مسلا ايه? اقرب واحد ليه واتخين شوية كده بتاعي فهام واقف بها واحد يشندي في دماغة واسل اليك. يا عم مش دقا. يا عم دقا لا ينفع على يضر هنا. يا عم ده ما بياخدش قرارات هنا يا عم. يا عم اللي بياخد قرارات هنا مش ده. فده من دوني يعني والله المثل الاعلى من دوني لا ما لا ينفعهم شيئا ولا يضرهم مجنين. مجنين يا اخوانا المنعزل عن الله وغير المنشاغ البلاد ده انسان مجنون. عشان كده قالها تعالى بصورة التعجيب فانا تصرفون. ازاي? انسان ينصرف عن الله وهذه صفاته. اف لكم. ولما تعبدون من دوني لانتم والاوسان بتاعكم انتم حشرات. وقم حشرات. كلمة اف دي ات مسلا لما تلاقي سرصار مسلا ايه? حد مسلا ده سعليه بجزمته اه تبقى حسس ايه? انك افان انك انت او شاف ايه? اف ده انتم تقرفوا. ده انتم عاملين زال حشرات المقرفة. اف لكم ولما تعبدون من دوني الله. افلا تعقلون. قالوا حرقوه. قالوا. رغم ان اللي قال كده يا اما النمروض يا اما واحد من الحكم بالحكم ده قالك انما كله رضا فكله شارك. عشان كده مصيبة ان الناس تشوف اهل الدين بيعتدى عليهم يسكتوا. اللي سكت مشارك. اللي سكت مشارك. قالوا حرقوه حرقو ديت يعني ما مش مش وزارة الداخلية تعمله نار. لا. ده الشعب كله يجب ان يتشارك في التفويد والمشاركة والمناصرة. بيقولك المرأة كانت ازا مرضت تنذر لله ان هي هتحط خشب في النار اللي هتحرق بقى ابراهيم. بيقولك ان قعدوا شهر شهر يقدموا قرابين الخشب للالها بتاعتهم اللي هيتحرق بقى سيدنا ابراهيم. وبنقولوا بيت كده يتقفل عليه ويترمى هو جواه بقى بالمنغانيك. ويترمى جواه سبحان الله العظيم. حرقوه وانصوروا قالاتكم ان كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا مش كوني باردة كوني برد. كان يعني وسلاما مش 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 سالمة وسلاما كان السلام كله والبرد كله على ابراهيم. يقال ان هم لما فتحوا النار بعد ايام وجدوا سيدنا ابراهيم يعني يعني ذوي الى الناس. ذوي الى الناس سبحان الله العظيم. وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. وارادوا به كيدا كيدا. فجعلناهم الاخصرين. بعض المفسرين قال لك كيدا ان هم ما قالولوش ان هم يحرقوه. ما قالولوش ان هم يحرقوه. سبوا عايش وسطهم. وهم بيخططوا ان هم يحرقوه. يعني كانوا يكيدوا له خوفا من ان يهرب منه. يعني خايفين ان هو يعرف فيه اهرب ولا يفلد. فقالوا احنا لازم ننتقم منه انتقام نعرف الدنيا كلها الاليها بتاعتنا عزيزة ايه? فسبحان الله العظيم فجعلناهم الاخصرين تاريخيا الناس دول تاريخيا يعني مش دينيا تاريخيا الناس دول ربنا بعد كده صلت عليهم اقوام صحقتهم دنيويا يعني مش 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 كلام ديني كلام من كتب التاريخ. صلت عليهم من صحقهم من صحقهم دنيويا فجعلناهم الاخصرين ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. يعني يا اخواني دي شخصية نبيا اخوانا. دي 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 حياة الانبياء. دي بطولات الانبياء. وفي النهاية ربنا بيقول ان هذه امتكم. امة واحدة. وانا ربكم اللي عمل لابراهيم ده انا. شوفوا الايات المبهرة دي. بصوا معايا كده في الاية واحد وسبعين. بصوا معايا في الاية واحد وسبعين. هي اول اية وايه? ونجى الى الارض صح? ونجيناه يبقى مين اللي نجاه? ربنا ولوطا الى الارض التي كانت مباركة. باركنا فيها. يبقى مين اللي زرع البركة في ارض الشام? ربنا باركنا في العالمين. ووهبنا و و و حملت زوجته في اسحاق ووهبنا يبقى مين اللي وهبوا? وهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة. وكلا كانوا صالحين. وكلا جعلنا يبقى مين اللي انشأهم على الصلاح. وخلناهم زي ربنا. وجعلناهم ائمة. جعلنا جعلنا صالحين جعلناهم صالحين. انما جعلناهم ائمة اي جعلناهم مصلحين. لانه ممكن تلاقي اخ صالح بس مش مصلح. ممكن تلاقي اخ صوام قوام بس ما مش تعلش في الدعوة. مش مصلح. فربنا ذكر جعلنا صالحين وجعلناهم ائمة كمان. مين اللي جعلهم ائمة? ربنا يهدون بامرنا. يهدون بامر مين? ربنا. واوحينا اليهم فعل الخيرات واقامة الصلاة وقتها زكاة. مين اللي ولوطا اتيناه حكما وعلم ونجيناه وادخلناه ونوحا فاستجبنا فنجيناه ونصرناه ايه يا اخوانا ده? ده ربنا بيقولك انا اللي عملتهم كل حاجة. هما ما كانوش يقدروا يعملوا ده. ما كانوش يقدروا يبقوا كده ولا يخلوا الناس كده. انا لو لا حولي وطولي لو لا حولي وقوتي ما استطاعوا. بالله انت بالله. انك انت تعرف انك بالله ربنا بيرفعك. بالله عشان كده في الناية. وانا ربكم اللي ادى العطاءات دي كلها انا. فاعبدون. اعبدوني. اعبدوني. عشان افتح عليكم زي ما فتحت عليهم. عشان امشيكم في نفس الطريق اللي ماشيتهم فيه. عشان امن عليكم زي ما منيت عليهم. اعبدوا الله سبحانه وتعالى. قضية خطيرة جدا. قضية انطلق. انطلق. قضية الانطلق في دين الله يا جماعة. قضية ان احنا نفهم الدين صح. قضية ان احنا ندخل الدين بعلو وهمة. الفرق من الصحابة وبن اي جيل تاني. ان الصحابة انطلقوا في عبادة ربنا. انطلقوا في علاقتهم بالقرآن. انطلقوا في حضور الدروس. يعني بتاعت النبع يا سلام. انطلقوا في قيام الليل. انطلقوا. انت انطلقوا في الدعوة الى الله. ما تشايلش نفسك يا ابن هم الدنيا. يعني انا احيانا ببص البعض الاخوة اللي كان شغال في الدعوة ومنطلق في الدعوة في الاحداث الاخيرة. شهي الهم. طب يحصل ايه? اقول له يا ابني. يا ابني الهم ما مش عبادة. يا ابني انت لما الهم اللي انت مش يقول نفسك فيه ده. زودك في الدعوة اللي قال لك قال له. طب وهو اصلا انت رضى ربنا عليك انك تشتغل في الدعوة ولا انك انت توقف حضرت لك على خدك وبتعيط. يا ابني تحصن بهم رضى الله. خلي كل قضيتك ازاي ارضيك يا رب والله العظيم. لو عايز تعرف خط سر الليلة من غير ما اي حد انصحك قرر الوقت. انا الليلة دي تعمل اللي يرضى ربنا. طب يا ترى ايه اللي يرضى ربنا? قل لي كده ايه اللي يرضى ربنا? قدام الليل. سمعت شرطين عشان تعرف كيف ترضى الله? ما معروفة قدام الليل. طيب ايه اللي ممكن ترضى ربنا بالليلة? ها? ما ما تحسبهاش انا عايزة كنت اتفكر مع نفسك. يعني انا هو انا هو انا عايزة ارضى ربنا. اعمل ايه? اه انا معايز سواك الوقت اجيب سواك لان السواك مرضى للرب عشان قبل ما اصلي بقى ان شاء الله يعني سواك بالليل او صلاة الفجر بقى معايز سواك. طيب ايه كمان اعملوا عشان ارضى ربنا? نام على وضوء مش انهم على وضوء ده بيردى ربنا? ارضى ربنا. طيب ايه كمان اللي تعملوه عشان ترضى ربنا? والدتك عايشة? ها? يبقى تروح تبوس قناها مش ده ارضى ربنا? بسيطة جدا ارضى ربنا. طيب ايه كمان اللي انت ممكن تعملوه عشان ترضى ربنا? تروح تدخل على الفيسبوك وتقعد توقق ساعتين? ده يرضى ربنا? ده يرضى ربنا? تسيب محمولك مفتوح اربعة وعشرين ساعة كده? مناخ للبطالين? الا لو انت بقى مستني حاجة مهمة مسلا يعني يعني طيب ايه كمان ترضى ربنا ازاي? ذكر ودوم الذكر تاخد الطريق لحد ما تروح ذكر? ايه كمان يرضى ربنا سنة العشاء البعدية? طب ايه اللي يرضى ربنا الوقتي? ان انا اخشع في الصلاة. اصلي صلاة يا ربنا يرضى بها عني? طب ايه اللي يرضى ربنا ان انا اقوم الليل قصة يعني. طب ومنكرة ايه اللي يرضى ربنا? في درس علم هنا الدكتور عبد الرحمن الصوي اه اجه احضر من المغرب للعيشة. درس علم ودرس دين وامام. لان السعادية ده ده عمل كتاب فعليين. باذن الله سبحانه وتعالى. الموضوع واضح اخواننا والله. ايه اللي يرضى ربنا? اه ده في فرصة حفظ القرآن ما سبهاش. ده في فرصة طلب علم ما سبهاش. ده اه يمقى صاحب الصحبة اللي ربنا يرضى بياه عني. ما صاحبش حد باقي ضيال عمري. معاه. اصاحب صحبة العمل الصالح والعلم النافع والرزق الطيب المبارك. يا اخوانا الرغبة فرضة الله دي نضارة. اول ما بتلبسها وقلبك بيصدق فيها تشوف كل حاجة واضحة. بتعيش حياتك زي وبكر الصديق. من اصبح منكم اليوم اصائمة? من عادة منكم اليوم مريضة? من تبع منكم اليوم جناسة? من خلاص هو خارج من بيت ده كل ده من طريق من بيته لحد بعد صلاة الفجر يعني كل ده في ساعة من يومه. غير انه صلى الفجر غير انه صلى السنة غير انه هو كل ده وجاي من قيام لين? وعايز ارضي ربنا. الطريق واضح يا اخوانا. اللي عايز ارضي ربنا الدين مش لغارة مات يا جماعة. كثير من الاخوة لما توقع تحس ان الدين له غارة مات اعمل ايه? واروح فين? وايه الصح? وربنا رضا اعمل ربنا سبحانه وتعالى مراده من ايه? بكل بساطة. بس اوقف مع نفسك كده اقول انا عايز ارضيك يا رب. ايه اللي يرضيك? هاد لقى الدنيا واضحة جدا. الدنيا في غاية الوضوح بازن الله سبحانه وتعالى. بس احنا نروح نمسك المصحف كده ايات سورة الانبياء بتاعة قصص الانبياء اللي احنا قلناها. اه? من اول ولقد اتينا موسى وارونا الفرقان وضياء لحد ان هذه امتكم امة واحدة. عايز تقرأ ما قبلها بعدها. المهم يعني تعيش مع هذه الايات. عيش. عيش مع بطولتها ولاي الانبياء. عيش مع امتنا الامة الوحدة ده ايه? عيش مع قدواتنا في الحياة. عيش من اجل ان تنطلق الى الله سبحانه وتعالى. مين اه المصاحف دي اخواني? هي جغالية شوية. يعني جزاء الله وخيرنا الاخر اللي جابها. اللي هي بيبقى المصحف اه ست اه اه هي دي معمولة اساسا لللي بيختم القرآن كل اسبوع. عشان هو خارج من بيته وياخد واحدة. على مهنم يكون ايه? خلاصها. انما احنا يعني هنقول ان الكلام ده ايه? اه ممكن يكون صعب شوية. يعني معايا? بس برضو مش هينفع ان احنا اه نقل البقى زي ما بنوضع مصاحف ونقول مسلا مين اللي ياخدها ويقرأ ربع. احنا اللي هياخد ده يبقى يقرأ جزء كل يوم. مش مرة. مش مرة ده ورد. ده يبقى وردة عنده. طب برضو جزء كل يوم ممكن يبقى كبير. خلونا وقعين. قد سألها قوم قبلكم سمها اصبحوا. خلينا ان اه 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 يقرأ ايه رأيكم? حزب كل يوم ولا ربعين كل يوم? اه? ربعين بس لمدة لحد رمضان الجاي على الاقل. ربعين كل يوم لحد رمضان الجاي على الاقل. طب سألنا احنا عايزين لنقي بقى احنا عايزين لحد ناخد من وراء سواد. انت عامل كده ايه يا اصدك ايه? حد يديني الامان كده يا جماعة. يقول لي هقرأ اربعين هتقرأ اربعين كل يوم? الشاب اللبن. ما تسعلوش منه يا جماعة والله انا نفسي يعني بصوا انا نفسي اجيب له كل واحد منوكو عروصة. يعني بس يعني ايه? يعني مضطر في النهاية انه اه الشاب اللبس جيكت اصمر هتقرأ اربعين? ربعين. الراجل اللي قدامك نفسي اديله بس مش حارف اعمل ايه يا اخواني? وانا مضطر ان انا كل ركن اجيب فيه انت توردت انت هتقرأ اربعين خدت ومخدتش. مش هينفع لكسفه? خد اه اه طب تفضل معلش انا ااسف انا ااسف اتقرأ الربعين كل يوم لحد رمضان الجايش. اوعى. لسه في مصحف جميل والله لونين جميل جدا. ده بقى اللي هياخده قبل درس الجمعة الجاه بقى ختم ختمة منه. حاجة كده حاجة كده مرة واحدة? انا شايف ابطار رفعيني ايه وانا مش هتختب مرة? حسام انت هتختب مرة خدت ومخدتش? شيخ انا كتور محمد هتختب كم مرة? انتو توردتو خلاص. طب اعمل ايه طب يا جماعة اللي يجيب مصاحف يجيب مصاحف كتير شوية. اه ما يجيبش اربع مصاحف يعني اه بس فكرة المصاحف اللي هي المقسمة دي هي فكرة جميلة جدا. هتاخده هتختمه مرة? ها? اقتوا بها على قاون الناس لعلهم يشهدون تعالى. هتختمه مرة على قاون الناس اه. ها كلام نهائي. ربنا يحفظكم يا اخواني ويبارك فيكم. واجعلنا من المنطلقين الى الله في طاعة الله اخوكم الفاضر ربنا يحفظه. بيذكركم بالصيام اه اه الايام القمرية من اول يوم التلاتة الجاي. يوم التلاتة والاربعة ولا ايه? يبقى احنا يوم الاربعة والخميسة نعمل ايه? الاربعة والخميسة نعمل ايه? ها? ايام الاستفتاعة الدستورة نعمل ايه? انصوم. صح? ولا لأها? ان شاء الله بزنة اه تربة وخميس نصوم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا ان تستغفر قدر. اشهد ان لا اله الا ان تستغفر.